السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وآجل الشفاء لكل جرحة نسأل الله أن ينصر قواتنا الشعب والمصالح وشي كل مرضى وعودا حميدا لكل مبقودين سالمين إلى أهليهم اللهم أحفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب والمصالح جدا لكم به فيديو جديد مع راكس ياسم بشير جاب قالاب جديد أول مرة نسمه أنه أزول الدنك ورشامبات كي راكو نسمه فيديو حتى نبدأ قلينا أقيم ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تتقنى بالاشتراك يا رب العالمين الموقف العمليات للليلة من الجزيرة فقط من الجزيرة فقط من الجزيرة مدني أكثر من 300 عربية الحمد لله رب العالمين الآن دخلت الخرطوم 300 عربية من عربية لمدرعة لتاتشر لمدفعية لهاون أي حاجة من الجيش الليلة الحمد لله رب العالمين كان عدد كبير جدا من أخواننا على مستوى الجزيرة الآن بلغوا الخرطوم 300 عربية الآن العلفون نار منقد والآن الحمد لله رب العالمين بروف وبيت المال وكل الأمدرمانات الحمد لله رب العالمين بدأت تنضف تماما شبه 95% الحمد لله رب العالمين بدأت النظافة والناس دي طاردنا ومرقوا من جبل أوليا ومن جبل أوليا مشوا على الشيخ الياقوت ومنها مشوا على القطينة حاولوا يعملوا لهم هلعوا فزع للناس داخل القطينة وتخارجوا من القطينة مشوا ليش منه يسموا الجار النبي والمنطقة الجنبة القطينة مشوا ارتقزوا فيها هناك والآن هم جمعين عدد كبير جدا منهم في مزرعة داخل السلمة إن كان بعددات كبيرة دارين يحاولوا يهجموا للجبل أوليا مرة أخرى لكن الحمد لله رب العالمين الآن جبل أوليا إن كانت أمنت تماما الحمد لله رب العالمين وأخواننا الليلة لفوا في كل المواقع ولفوا في كل السوق بحمد الله سبحانه وتعالى وطمنوا الناس وطمنوا المواطنين إنه نازل خلاص الحمد لله رب العالمين إن شاء الله في نهاياتهم أخواننا والحركات المسلحة الدخلة الفاشر والإنكينة لزيارة أخونا البرهان لنيروبي للرئيس الكيني إنكين استغرق عدد من الساعات والحمد لله رب العالمين جاتنا بالبشريات والآن الدول الحول لنا كلها الحمد لله رب العالمين دعموا أخونا البرهان بصورة كبيرة جدا وأكدوا له شرعية القوات المسلحة ويكفي معه بصورة كبيرة جدا أيضا إن شاء الله بكرة حنطوف على كبري شنبات لأنه تم ضربه من فاغنر المجموعة بتاعة فانقر وجابوه الحمد لله بالعالمين بالأقمار الصناعية وأكدوا أنهم رسلوا شاحنة فيها عدد كبير جدا من المتفجرات وحاولوا أن يسوقوا الشاحنة في كبري بتاعة شنبات يصلوا للمرحلة تاعة الصهر بعد ذاك تنفجر وعدد كبير من الناس السائقين للشاحنة يمكن خافوا أبو ميركو وبعد ذاك ركبوها سوقوها لمواطن وتم يعني أدوه 200 ألف دولار سلموها له وسلمها لأولاده وبعد ذاك انفجرت الشاحنة في كبري شنبات وتم التأكيد أنهم واقفين مع هؤلاء المتمردين الخوانة لكن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نحن منتصرين ما حدث في ربك يمكن كل الناس داولوها على مستوى المنصات ومستشور ربك يمكن مبارح في بعض الأشخاص تشكلوا مع بعضهم نفرين إن كان ما عندها علاقة بالدعم السريع ولا عندها علاقة بالجيش السوداني نفرين نتشاكلوا مع بعض واحد فهم كتلت تاني بعد ذاك أهل الميت حاولوا إنه يجوا السوق وهاجموا على السوق بتاع 27 في ربك وكتلوا عدد من الناس غد يكون أربع أشخاص ومشوا المستشوى هددوا الناس وضربوا في المستشوى إن كان زخيرة بعد ذاك جاءت القوات المسلحة احتوت الموقف في ربك والحمد لله رب العالمين وليتنيل الأبيض الآن خالية تماما من هؤلاء المتمردين الخوانة ما فيها أي متمرد ولا فيها خاين ولا فيها زول من الدعم السريع دي مشاكل قبلية بين قبيلة السبيق وقبيلة في النيل الأبيض إن كان بعد ذاك هم بدوا يضربوا من طرف والناس إن كان شاءلتهم الحمية وشاءلتهم أنا أفتكر إن أخوانا في القوات المسلحة وأخونا والي ولاية نيل الأبيض لا بد من احتوي الموقف عشان ما يتطور الموقف بعد ذاك يبقى زريعة ويبقى يعني مدخل لفتنة مع هؤلاء الخوانة المجرمين يحاولون يسلحوا الناس وتبقى مضاربات في عدد كبير جدا من قبيلة النيوير الليلة تم القبض عليهم داخل القرطوم يمكن هم الآن المسكين المسيرات وماسكين عدد من المدافع وقعدين هم يدونوا في المواطنين وقبيلة النيوير يمكن معروفة قبيلة منفصلة أنا بقول للناس أخوانا في القوات الخاصة وأخوانا على مستوية العمليات أي واحد لقيتو من هؤلاء المتمردين الناس الجايين من دولة جنوب السودان ولا من تشاد ولا من قيرو لا بد من يتم بلو على طول يؤدل الله ما عندنا له أي حاجة لأنه زول مرتزق وجاي من هناك جاي يغزر الناس ودارسكم في بلد الناس وداري قاتل الناس وعد ذاك الناس إن شاء الله يدعملوا معه بالسلاح غير ذلك ما عندنا لهم أي تفاوض ما عندنا لهم أي حاجة غير أنه البل حتى ولا يمسيكو ذاته أسير ولا عندنا الحاجة زول جاي من دولة جنوب السودان من تشاد من مالي من النيجر لقينا داخل الخرطوم من ليبيا من قيرو ذا يمسي لأ الله على طول ما عندنا لأي حاجة يتبلوا ينحلوا يمسي لأ الله لهم التحية كل الناس الآن أخواننا القوات المسلحة والآن متقدمين في كل المحاور والله أنا أبشركم وأطم منكم شوف أنا مقاعدة جامل لا بجامل القوات المسلحة ولا بجامل المواطن ولا بجامل المتابعين أصلا الكلام القاعدة أقوله بقول الكلام بره يعني الكلام الواقع على مستوى الخرطوم إنه ذا الكلام نحن قاعدين نقوله بإذن الله سبحانه وتعالى وده الشيء قاعدين نعكسه للناس نحن ما علينا إلا نعكس المرآة بتاعت القوات المسلحة للعالم الخارجي ونعكسها لأخواننا المغتربين ونعكسها لأخواننا الموجودين على مستوى مصير وعلى مستوى الدول الخارجية بنعكس لكم الواقع الموجود على مستوى أرض الميدان لأنه عندنا المعلومات بيجينا من العلفون عندنا المعلومات بيجينا من أبروف بيجينا من بيت المال بيجينا المعلومات من شمال كرتوفان الربيض بيجينا المعلومات من الفاشر السلطان من الجنينة من قيرو المعلومات مؤكدة وبيجينا من نسبة 100% بعد ذلك نحن نرسلها للناس إنه ده الشي الواقع الآن وده التنويرات وده الموقف العمليات الآن القاعد يحصل على مستوى الخرطوم وعلى مستوى مدرمان تم بلهم كلهم الحمد لله رب العالمين أنا لو عندي وصية واحدة بوصي أخواننا في قوات العمل الخاص وأخواننا في الاستخبارات لا بد من يتمبل الزولة اسمه شيخ اللامين ولا بد من القبض على الزولة المجرمة الاسمه شيخ اللياقوت دين ناس مجرمين خوانة قاعدين يستضيفوا هؤلاء المتمردين الخوانة قاعدين يدعملوا معهم بصورة كبيرة جدا شيخ اللياقوت دين كنت تم بلوا وتم اغتيال عدد من ناسوا في المسيح دين طبعا دين بيفتكروا إنه نفسهم دراويش لكن ما عندهم علاقة بالدراويش دين كلهم دعم سريع وكلهم جندين في الدعم السريع وأغلبيتهم ضباط في الدعم السريع والأموال القاعدة تجي لشيخ اللامين ذاته بتجي من الدعم السريع وقال لله أنا الموجود يعني أنت ما خالفت الناس ولا خالفت أهل من درمان ولا انت كات لك الصلاح ولا وليت ورسى الصلاح من جدك ولا أبوك ولا جد جدك أصلا ما عندك أي علاقة بالصلاح زول مجر خائن ظهرت للناس وجاء سموك شيخ اللامين ظهرت في البروف وبيت المال بيجي تأكل الناس من أموال ما معروفة جاية من وين جاية من الأمارات جاية من إسرائيل جاية من الدعم السريع نحن نعلم تماما نلمين لا عنده مشاريع زراعية ولا عنده أي مشاريع استثمارية على مستوى السودان ومنعرف عنه أي حاجة فقط كده ظهر للناس أنه أنا يسمي شيخ اللامين شيخ اللامين ده زول خائن زول مجرم لا بد من يتم بلو ويتم حلو يمشي لأ الله شيخ اللياقوت نحن كنا في بغت الرضا كنت أنا مزؤولة للتعليم العالي في بغت الرضا يوم من الأيام إن كان حصلت مشكلة في بغت الرضا وكل الناس سمعوا بها وكل العالم سمع بالمشكلة بتاع الطلاب دارفور اللي هم رابطة دارفور الكبرى متمة اغتيال عدد من ناس الشرطة وأغتالوا عدد من المواطنين بتاعنا الدويم بعد ذلك حاولوا أنه يعملوا اعتصام جماعي استغالات جماعية وأول زولة استضافوا منكم الزولة المجرمة الاسم شيخ اللياقوت جابوا نأكلوا نشربوا وبعد ذلك سافروا لأهلهم باعتبار أنه دارين يقفلوا جامعة وكانت جزء من الاستهداف للشعب السوداني وكانت جزء من الاستهداف لتكفيل الجامعات في السودان وبدأت فعلا الشرارة انتشرت على مستوى الجامعات السودانية وانتشرت على مستوى رابط الدارفور الكبرى كانوا بديروها الحركات المسلحة وكانوا بديروها جزء من جناح الدعم السريع الآن الموجودين على مستوى الدعم السريع أنا أفتكر أنه من الليلة وأمس إن كان تم اغتيال سبعة قيادات من الدعم السريع ذي القيادات الميدانية كانوا بيقودوا العمل العملياتي على مستوى جبل أوليو وعلى مستوى الخرطوم الليلة برضو تم بل إن كان يعني عمارتين في الفتحاب كانوا فيه أكثر من 76 دعامي قاعدين موجودين في العمارتين والحمد للهرب العالمين تم التسويتهم مع الأرض وتم الدكة تماما الحمد للهرب العالمين ماتوا فيه أكثر من 20 من ضابط ليجندي ديال ضباط فقط الناس المسؤولين من الموقف العملياتي كانوا موجودين في العمارتين وكانوا قاعدين مجتمعين هناك معهم عدد من الدعامة هم حرص خاص وقيره لكن الحمد للهرب العالمين تم التسويتهم مع الوطن أخوانكم الليلة في الموقف العملياتي على مستوى جبل أوليو إن كان تم إنزال مسيرة لهؤلاء المتمردين الخوانة الحمد للهرب العالمين كانت تستكشف للناس أن المدافع وين والهون وين وقيره من الجنود العساكر وين لكن الحمد للهرب العالمين تم بلا وتم إنزاله أنا أفتكر أنه الآن الخرطوم بدأت تنظف تماما مدرمان بدأت تنظف تماما بدأت خارج من الخرطوم خارج عبر طريق جبل أوليو والطريق لأنه قفل لهم الطريق القربي كانوا بيجوه من مدرمان بدأت دارين يمشوا بقدره إن كان بنيل الأبيض لكن أنا أبشركم وأطمن الناس أنه قطينا كلها جيش أخضر الحمد للهرب العالمين ونسربك وكوستي كلهم جاهزين جيش أخضر الحمد لله رب العالمين والآن داقتين على الزنات تماما يعني الآن جاهزين راجلناهم بس فقط يجوا عبرين بهناك وأي واحد من هؤلاء المتمردين الخوانة يحاول يعبر الحمد لله رب العالمين بيمشي لدنيا زائل وزائل نعيمك بدوا خلاص بعد دفل بكا وبقوا في السكالي وبقوا في النويح الحمد لله رب العالمين وبدوا يدباكوا على قياداتهم وبقوا يدباكوا على نفسهم والحمد لله رب العالمين تم جغمهم ثاني ما في لون أي تقدم لا على مستوى الجنينة ولا على مستوى نيالة ولا على مستوى الفاشر ما يقدروا يتقدموا بإذن الله سبحانه وتعالى والنصر غريب جدا الناس دي إن شاء الله تاني لقدام ما تسمعوا نحتلوا أي معسكر الليلة 300 عربية شائلة أكثر من 10 ألاف أو 15 ألف جندي سوداني الحمد لله رب العالمين بلغوا كلهم الليلة داخل القرطوم تماما لقد تحية يا سينقلان جميل جدا الناس لازم تتحرك في كل ولايات لأن أول شيء تعمل على الجزيرة وأن الجزيرة يقولون أنه في خلايا جنجاودية كتير نائمين وفترضت جيش تعمل هناك الخرطوم شبهي انتهى والمستفرين قادروا يسعدوا الفجوة في الخرطوم فأنا نتمنى أنه بالزادة الولايات الجزيرة وولايات الشرقية تتعمل أكثر لأن الجنجاود ممكن في أي وقت ممكن يقدروا بغادي وهذا وقت م deemed واحد لي بغضاء المحطة بھی 一次 chances تعمل الى الحمد الم request ويحصل الكحتل رسمت فيه ويليس ممكن في وقت ممكن للجنجاود تحديوا الفجوة في wearing yourppen لقد تعال carrying outaki واثتينه背 وملائوا لديهم الاستثار når الجزيفتكي إنهم تستمعت لهم نحن متمر المحطة وأيضا ليسون كل جزيفتك في إطلاع الحمد أنا أجل في السبب أول مرة أول مرة أخيراً نصر في التعليق لأنه قد يكون كبير جداً وعندما يشتغل الاشتراكات عن الاشتراكات واضحة كثيرة ولكن يشتغل الاشتراكات عن المعارفة وأن يجب أن يحرق الاشتراكات وبالتالي نتجد الاشتراكات الآن فأشعر بشكل بكيسي على المناسبين لأنك الأنسان للمدارة كانت عنه كبير ونحنن بشكل دقيقة لأنني أشعر بشكل بشكل مالك وما يمكنني ان تكون قد يدعوا أعبار سوداني وما يمكنني أن تكون أكثر من أخواناً ومعنا أنك مجزو من السودان فهل أخبار الـ 56 أو زوجه في هكذا فهل لم يكنوا أن تكونوا للموتنين السوداني وما يمكنني أن يكون الإنسان الناس الواقعات ومعنا يكونوا بأسطفاياً ومعنا من الأجل ومعنا في القتال ومعنا في الإنسان الناس ومعنا في التعليد والمضاعة إنه أنت فهمت أن المواطنين وعرفه أن هناك المرارات المفترض لتعرفة الحرب مباركة لأنه يسعد السودان بلا يسعد يسعد وأنه يسعد وقالاً لذلك كان هناك ألف الاستفاهم يسعد أن يسعد نائمين في الرائل وأنه كان يسعدين من السودان فكن جود يشوفوا انتهى قيادات الأمس والأمس بالذات في جوال أولي دمات وكطار فإن شاء الله هذا نهايتكم وإن شاء الله نصر حليف له قواتنا الشعب والمصلاة